السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بمشر المزيد ان شاء الله قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بان سيد الرحيم قال انها تعمر الديار وتزيد في الارزاق وتبسط في الاعمار شوف الخير لي فيها كتبسط في العمر العمر دي الانسان يزيد قالوا بعض العلماء يزيد من حيث العدد مثلا عندك سبعين عام ربي دلك سبعين عام قالوا لا قالوا كيلي قالك لا هو سبعين عام مثلا كانت ربك يجعل فيها طويلة وعارضة كتبير فيها انجازات كبيرة وانجازات عظيمة وربك يفتح فيها ابواب الخير وابواب العطاء كذلك انها تبسط في الاعمار وتعمل الديار الدار ديالك كتعود عامرة بالخير الدار كتعود عامرة بالسعادة وكيعد فيها العائلة مرتاحين ومكرمين ثم انها تزيد في جمال الوجه وتزيد في كرامة الانسان وتزيد في نعيمه فاسأل الله سبحانه وتعالى من فضله وكرمه واحسانه ان يبارك فيك يا اخي سعيد سيد الحميد ويعودك خيرا اللهم امين اللهم امين يا ربي يا كريم مناسبة لكل الاحب الكرام ارجوكم 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 في رمضان علينا ان ننسى الحسابات وان ننسى الماضي الحزين ارجوكم ايها الاحباب الكرام لما كنت يا فيك فيك الرحمة وفيك الصفح والعفو الله تعالى يتجلى عليك برحمته وعفوه وصفحه من يكون فيك انت الكرم والجود مع العائلة والاحباب الله تعالى يتجلى عليك بالجود والكرم والاحسان من يكون فيك الخير في قلبك مع الجميع الله يتجلى عليك بخيراته وبركاته فلنصل الرحم ولنحقق الفرحة والسعادة ولنودع الاحزان ولننسى الهموم وسترون ماذا سوف يعطينا المولى سيعطينا الخير الكثير والفتح الرباني والعطاء الالهي الذي ليس له حدود فلنصل رحمنا اجمعين بارك الله فيكم اجمعين نتحول الى اقليم طنجة معناه السحمد وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته حافظك الله ورعاك أبو لي ما شاء الله واخي نعيه ونشكره ما نصلوش للشكر ديالا كل شي اللي كاس عطيونا استغفروا الله يا الله يتقبل بالجميع يا رب المشكلة لعندي سيدي الطيير عندي قطيعة راحي مع واحد جوجل اخوة ايه؟ بولي مشكلة ودمرولي الخياس ديالي انا واحد اخر حطيت عليه شي شي كاس دامانا باش نفكوه من اللي خرج صلح المشاك الامور ديالو وبقولي ديالي انا والاخر الاخر عرحي سواعدني قال لي انا مغانتخلاش اللي كونهر اللي عيط له قلت له هاشنو المشكل قال لي واشا ندرك لك السيفان دراس هدك دبا ما سأمتوش شي سبع سنين دبا ما كان قدرش معها لا والولي داسه ليلى هي للله واللي عندي مع المشكل دبا تقريبنا عام ومس ما كان قدرش معها يعني بقيت سابع سابعوه انا غاندير انا نفك انا غاندير وما دروا ليلى هي للله هو ديك شركة اللي كانتوا عطيه زمانة زيكوشي قدامنا وخرجوه باش يسلح معهم وما سلح يسلحي لرأسه من بعد تشبرت دول شي تشور الحرس ويعني دوسي ديالو تحيد من عندهم دوك الناس دفعوا لي انا ديالي وقال طالبيني مي كان طلع لعامي مشيت لعندهم مش حال ممارا مش حال كل عام كان نجمع فلوس وكان نتكلف ونهده ونمشي لعندهم كيقولوا لي انا ويات الخطيئة في النص نتدرك لدامنا مشي شغلنا يعني نعطيهم كل هذا المليون لا الهي لله ماشي في جهد ديالي في طيب كل هذا المليون وغنى نخلص نص صندوق فيه مليون ونص وركعات مصاري حاولت نعام حاولت نعام واد وديت واحد المراج المليون وعيدت الرغب مشا نسئبه مشاو العائلة و لا الهي لله وما تدع لي جميع البيب نقالي لفض الله ودعاء ديالك يا ربي يا سحمد اخويا يا ربي الله يفرش علي يليك افتغني داي منك تقول لله عيد وخوك دار مع اخوك دار مع اخوك وانا ما كان قدرش ما معنى الله ما لا الهي لله الله يفرج لك يعني واحد الحاجة اتخلص وحت لها المليون وولار ربعة وانت ما ما كليتي فيها تاشي دارهم كتشي قاسحة وانا عدت لها البنيتات وقدم عليهم الله يحسن عمالك اخويا لكن اطلبه منك الدعاء واخا اخويا حميد الله يحفظك ورعاك اخويا حميد بارك الله فيك اخويا حميد كما ذكرنا في رمضان الاكرم كان مجموعة من المبادرات يقوم بها المسلمون والمسلمات من بينها التصفية دي القلوب واحياء صلة الارحم رمضان هو مناسبة لتوطيض صلة الارحم الناس يسولوا على بعضياتهم يباركوا هذا الشهر ادخل الله علينا وعليكم بالرحمة والمغفرة والرضوان قال العائلة كان تبادلوا التهاني كان تبادلوا التبريك وكان تبادلوا للمجملات هذا جميل جدا وكان بعض العائلات را عندهم برنامج في رمضان كيديروا واحد برنامج يعني تقريبا كل ويكان كيكونوا عند مجموعين عند واحد وكلي كل يوم اليوم عندي واليوم الاخرى عند فلان واليوم الاخرى عند فلان كيبقى اتوه دوغول تقريبا كتجيك انت مراتين في الشهر كتختار في الدار ديالك وكتدور الرحيم كل عند العائلة كل واحد عندهم تقنية دياله كلي عندهم الديور كبار اصحاب الفلات تبارك الله كيتجمعوه في الجرداء وفرحانين العائلة والاعمام والعمات والاخوال والخالات والاسهار والانساب والاجداد كتلقى كله مجموع وكلي عندهم غير سكن اقتصادي صغير ولا عنده غير بيت مع الجيران حتى هما ما كيتخلوش على هاد السنة الطيبة كتلقى متهم مجموعين واحد مرة في رمضان السابق عاشت لحد ليلة ما وحد ناس في ليلة كبيرة ما شاء الله لديك شي خيرات ولا بيسين وديك شي واحد المشهد وديلين الشموع واليوم اللي بعد منه في واحد ناس ما هو واحد البركة في واحد الدوار في واحد منطقة يعني احياق سديرية والله العظيم ما كتشعرش بالفرق الكبير بالفضاء لانك يبالك القلوب اللي هي اساسية الناس كتلقى قلبهم كبير وفرحان وكتلقى متدينه وقانوع وصبور سبحانك البركة كتبالك كأنها قصر لا تقلوا عندك الفيل احتي قصر الحمد لله ودي هذه سنة طيبة الناس كدروا فيما بينهم وكي اجتمعوا بغتك أخويا حميد كسا هذا المشكل المادي المشكل المادي بسيط جدا رغي قطرة من قطرات الرحمن تفيد عليك تصير من أغنى الأغنية كنقول يا ربي أفيد علينا بقطرة من قطراتك والله تصير من أكبر الأغنية ركلك يقول ها الدعاء يا رحمن أفيد علي بقطرة من فيد كرمك كيف ربك يعطيه واحد قطرة من الفيض الكرم ديالو كيصير ثري من كبار الأثرية ولا يدري من أين أتاه المال لا يدري لأن الله يرزق من يشاء بغير حساب ربنا يرزق بالأسباب ويرزق بلا أسباب ويرزق ضد الأسباب واشتد أزمة تنفريشي إلا بغى المولى عز وجل في لحظة من اللحظات بيتك سيدي حميد أنك أخوتك ما تتعاملت معهم بالحساب تعامل معهم بالاحتساب الاحتساب ما هو الشي هو الحساب الحساب بقعة تجد مليون تتت مليون خادوا كذا 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 هذا حساب لا أنسى هذا الحساب هذا حتخوت احنا كنا عشنا في بطن واحد وارضعنا من تدي واحد وأصولنا ترجع إلى كنا في قبل أن نكون في عالم الأرحام كنا في عالم الأصلاب في صلب أبينا مجتمعين انتقلنا إلى رحم أمنا وارضعنا من لبنها هاتش يرى غالي ثمين نفيس مقدس هنتعامل مع الخوتي ماشي بالحساب هنتعامل معهم بالاحتساب هنقول حسبي يا الله ونعم الوكيل أعطوني شي حاجة عن طيب نفسهم الله جزيهم بخير ما أعطوني شي مسامحة في الدنيا والآخرة ونقول يا ربي كلتا المليون بالنسبة إليك لا تساوي جناح بعوضة الدنيا كلها لا تساوي عند الله جناح بعوضة غنكتر من الدعاء ومن الاحتساب وسترى بأم عينيك والله وبالله وتالله أقسم غير حانيتهم حتى مثل هذه الحالات عشناها كثير مع الناس كيكونش واحد كريديا جمع لي وكيشوف رسول من نغي قطع الرحيم وبأنه كالي كيقول لي أنتحر كيقول لي لا هون هون عليك هون عليك وخلي قلبك طيب ودير تسامح وما تخافش هاش غيوقع في ملك الله غيوقع على الخير وخليك بالاحتساب وأكثر من ذكر الله تعالى ومددك الخير وربي غد يفتح وفعلا ما هي إلا بضعة أيام أو بضعة أسابيع حتى ربنا عز وجل رزقه من حيث لا يحتسب إن الله يرزق من يشاء بغير حساب كنزل عليه الله الخير صبا صبا من غير تعب ولا كد سبحانك يا جليل وربي غد يغنك من فضله حافظ أخي على سات الرحيم لأن سات الرحيم قل فيها النبي الكريم مشتق من الرحمن من وصلها وصله الله هذه الصلة رها عظيمة هذه الصلة رها مباركة وإلى قمنا بها كن متأكد متأكد جدا بأن الله غايف تحليك باب الرزق غايف تحليك باب الكرم وغايف تحليك باب الخير واندروا التسامح في هذا رمضان المعظم وربي عز وجل غادي يزيدنا خير من خير السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة